موسيقى 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 إن كل من في السماوات والأوضي الله الرحمن عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل له مرة ما نودى فإنما يسرنا بلسانك لتبشر به المقين وتنذر به قوما ندى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيدي فضيلة الشيخ محمد الحافظ ابن سيدي السابق الأول الشيخ محمد النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا ضيف السنغال أهلا ومرحبا بكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا فالبيت بيتكم فنحن الضيوف وأنتم أهل البيت أيها الجمع الكريم سيد مدير مركز الثقافي الجمهوري الإسلامي الموريتانيا سيد رئيس الحي سيد بابا كارقي الشيخ صالح الشيخ محفوظ حيدرة السيدات وسادة كل باسمه وجميل واسمه نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ محمد الحافظ النحوي غني عن التعريف فهو رجل معروف في العالم الإسلامي كله شرقه وغربه محاضر وداعية إسلامية كبير وشيخ عظيم وابن شيخ عظيم والسنغال تعرفه ويعرفها فهو الذي نظم هنا مؤتمر علماء الأفارقة بدكار في زمن الرئيس سيد عبدالله واد وكذلك مؤتمر علماء الأمة الإسلامية جمعهم كلا في دكار حتى يتكلموا عن الإسلام والمسلمين والفضل في ذلك كله يرجع له فاليوم فاليوم إن زارنا نحن في معهد الإحسان هنا فما ذلك إلا ليتفقدها أحوالنا لأن له فضل كبير على هذا المعهد وعلى صاحبه فجزاه الله خيرا على تجشم العناء والتعب والسفر حتى يصل إلينا في هذه الأمسية المباركة من شهر شعبان المبارك فإن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها على أن تصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدا فاليوم نحن نتعرض لهذه النفاحات الربانية بهذه الزيارة المأمونة المباركة فحبا منا لهذا الحي ولما عرفناه في أهله من تقدير للأولياء والصالحين والشرفاء حرسنا أن تكون هذه الزيارة لواستفوار ومنها لدكار كلا فنقولوا مرحبا وأهلا وسهلا مبوكي ينجلين نويا يبقونك تتورم أكسنتم دي جيتلتو نويا بوبو شريم بمك بروم خمخم بمك شريف خمنين كتع الدنا يب تي أوتت يا الله اكت تسارة دين الإسلام لايجي لقدون شيد منصور مونا أمنا أي تالي بيو بريتي موريتان أك غامبي أك سنغال أك أرابي سعودت بارك دينبول جوغي تيغانبي تي بريزدان بارو موكو انفتا منيو جار في تي دكار منيو انبكتا بر انفتكو في منيو تي انسيتي مدرن علي حسان بر نيانا نيو تي بارك القرآن بي بر نيو أنت تي وائم بركة بر نيو أنت تي وائم يكت تي يا الله تي ظاهر اكتباط شيخ محمد الحافظة نحوي بايا موين جكا نيو تي باي ناس تي موريتاني مواتاقينو خطدوكو السابقو الأول موين جكا نيو تينار يبتو باي ناس تي السابقون السابقون أولائيك المقربون كون بولم تاليبانار بنيويتكانناولولو شيخ محمد الحافظة نحوي مواتاقينو منتاوام لا خليفام لا تي تانكم لطوب تي تسارة الاسلام تسارة دين واخنا عليقنا مو مو موسى ارغانزة في كونفرانس لزولماد أفريك كونفرانس لزولماد مون تي تاوو رزيدان عبدالله واد بولم خيتي أدين علماء دجلين في تي دكار كون لورو دكار خمناكو تي خمناكو رزيدان ماكيسال خمناكو گووهرنام بي يب خمناكو تي بودمي بسعودية بودمي بمينن فم بير بي يب خد فم چونو عم نخم للمو مخييماد أهل النحوي فوفولا نيو بي أيسين برب بركب كو أم الفميدم مو نيو تي نيو ميو دلالكو وكان يشاركتنا في المكة وكان يشارك الجمعي في أفريك وكان يشاركا في الكوان وكان يشارك إلى تبارك الله وتبارك الله ولكش القيام向ك وكتبت بمآدى ويشترا من المعرفة اوهل أمين ومن يشاركتنا ونحو أن أسلل ما هي الجميع لا يمكن الكثير من من وضع إذن الوقت سأبت لهذهب وسأعلى الآن في أيام الأنظام فأنتم في لم تطور عليه صديق من المجلس لأننا وراء أيضاً كما يكون هناك اثناء كما يكون هناك الدراس في القرآن كما هي التي تتخبرت على أم فيه وهي تلك حقيقية إنك خامنين كموتاك يميندلين ما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فاتل فاتل فباق تجلل كن نعطي الكلمة لأن الوقت قصير لسيدي فضيلة الشيخ وحمد الحافظ النحوي ليشنف آذاننا بكلمة تحث لآباء التلاميذ على أن يهتموا بالقرآن وأن يهتموا بتدريس القرآن لأبنائهم وكذلك قيمة القرآن في تربية الأجيال الصالحة التي ترفع هذا العالم وترفع الإسلام فجزاه الله عنا كل خير ومرحبا وأهلا وسهلا لو قيل غير مرحب بالمشتبى لكان قولها بكم هبى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا من لم يقلها لا جرى ولا حبى وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وثبات أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا المجلس المبارك سمعنا أطفال صغارا يرتلون القرآن سمعناهم يرددون أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بنينا وبنات في هذا الحي المبارك في هذه البلدة الطيبة بلدة طيبة وربنا عفور رأينا ذمرة جهود مباركة رأينا ذمارا لغرس زمين وهذا الغرس الزمين هو جهاد لله وفيه لتعليم القرآن لأبناء المسلمين وأبناء المسلمات في هذا المقام أتوجه بالشكر الخالص مشفوعا بالدعاء عن ظهر غيب لكل الذين وقفوا في الماضي والحاضر مع معهد الإحسان ومع سيدي وحبيبي الشخ الهادي من الشيخ النمى بن عبدالله حبيد الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم بارك الله فيه وفي جهوده وفي همته وقديما قيل على قدر أهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وقيل إن السيادة في ذنتين فلا تكن يبنى المشايخ فيهما بزاهدي حمل المشقة واحتمال هذا الوراء ليس المشمل للعلاك القاعد سيدي الهادي نموذج لشبابنا وأشيد هنا بهذا الشاب الذي جمع بين شجرتين وبين دوحتين عظيمتين دوحة علوية ضاربة في الأعماق لمن لا يعرف أو لمن يعرف من هو الهادي من النعمة بن عبدالله من يعرف والده ووالد ذلك ووالد ذلك خمس شموس جوهن مظلمون أما الدوحة الأخرى فلا تحتاج إلى التعبير يا دوحة شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم لوالدتي السيدة ندي مريم من الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ليس ما قد يقال به بمغن والذي لا يقال ليس يقال كما قال سيد الشخاني رضي الله عنهم وجمعين سيد الهادي شاب من ذو غم بارك الله وبيع عليه كان بإمكانه أن ينتج بمجالات الحياة المختلفة وهو مذقف وله يد في الإعلام وله يد ولله الحمد وأخذ شهادات فكان بإمكانه أن يسير في مسارات متعددة من مجالات الحياة المختلفة وربما كانت هذه المسارات أيسر بالنسبة له لكنه اختار مسارا عظيما عند الله تبارك وتعالى على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارا أن يساهم في علاء كلمة الله بين عباد الله واختارا أن يبدأ بالعصل وبالنوات بالأطفال بنينا وبنات بالأسر اختارا أن يحرز فيهم شجرة القرآن لأن هذا القرآن هو بطاقة التعريف الخالدة لهذه الأمة كتاب لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفي طرفه بأيدنا وبيد الله سبحانه وتعالى وهو كما عرفه الإمام علي كرم الله بوجهه الذكر الحكيم والصراط المستقيم هذا القرآن الذي جعله الله محفوظا إلى يوم الدين هذا القرآن الذي نال أهله الخيرية نالوها في الدنيا وهي وسامهم في الآخرة خيركم من تعلم القرآن وعلمه بارك الله بسيد الهادي وأعانه وجميع عوانه وكل من وقفوا معه وكل من حضروا هذا المجلس المبارك من أعيان كرام ودير المركز الثقافي ببلادنا بموريتانيا والمشايخ الآخرين وأهل الحي كل هؤلاء كل باسمه وجميل واسمه وبرك الله في الأمهات وبرك الله في الأباء ويزال الله أخرى أن هذا الشباب النير ومستقبل الشباب في أولئي الأطفال بارك الله في الجميع وأقول لكم أن هذا العمل عمل ينسل الجو الصدور غير الأمامي في رعايته إن شاء الله نرى هذا المعهد معهد الإحسان في مراحل متعددة نراه بنايات مباركة شاهقة نراه فصولا في مختلف المجالات نراه في مراحل متعددة كل ذلك يأتي بإذن الله على قدر الهم وعلى تطبيق قاعدة وتعاونوا على البر والتكوا نراه في مراحل متعددة بلين سطرح أعيش مراحل من مجمع ومشارة أغلاق كان مجمع كأتعاون حتى العزول أعيش أعزيزي أتوهو من أعزيزي جميع السلطور ومع أتنحاون القدر وخفضون بإذن الله Heززيزيزيزيزيزوا ومأتب الجميع وأعزيزيزيزيزيزيزيزيزيز أحمن الغلاق هفو هل هي هنا وعطفال إنسيتي إحسان لذلك لا يوجد إحسان إذا كنت تعرف أن الإحسان ذهبت إلى مقام الإحسان مقام الإحسان هو الإستاتي سيطرم لدينا رجوع مقام الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم لقد قبريل لقد قبريل لقد قال مقام الإحسان إحسان الإحسان 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 c'est la liaison directe avec الله إحسان إحسان c'est la bienfaisance mais إحسان aussi c'est la pureté des cœurs إحسان c'est véritablement ce visage qui donne donc le nom de l'Institi est très bien choisi et l'opérateur de l'Institi a été également Allah l'a bien choisi pour vous je voudrais vous dire لا أقول ما في الراحة وأخبر أن سيدريه تقول أنه كان يمكنه إلى ملكات أخرى هو إنه يستمع يستمع على ملكات أخرى هو إنه يستمع أعادة يمكنه القضاء في ملكات أخرى وكان يملكه في ملكات أخرى وكان يخلط هذا المكان يخلط الأسنغال منحقنا كل شيء هو نعم نعذي التعامل المعارب من اليوم الخادمة لقد تم ل بعض المعارب battنت المعارب قدم الرقم pouvez thus يخشون جيدا لقد كان سهول لست أجلا. نسية اليه مع المرتان. نسية اجلا معه سوطعين. على سكرة في أمني المخاربات، لديه مع مبسة مخبرتا من سنة قطعة. لقد وقد وكنت في ذلك معه في مجموعة اخرى. يستطيع اجواجهك في الأحيان تنينيه بحياتنا امكتش بحياتنا وتنينه سوائحه بحياته لونه يقوم بحياته انه يجعر بحياتنا الله يسمحه يسسرنا نحن نسائل جالعبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة